بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المسلمون هذا هو الدرس الثالث والعشرون بعد المئة من شرح غاية المراد في الاعتقاد للعلامة نور الدين السالمي رحمة الله عليه حيث انتهينا من ذكر قواعد الكفر في البيت الذي قال فيه الناظم جهل حمية كبر بعده حسد قواعد الكفر فحذر دهاءها العضلاء ثم ذكر بعد ذلك أركان الكفر فقال ورغبة رهبة أركانه ويليها شهوة غضب في كل ما حضلا فجعل هذه الأربعة من أركان الكفر وهي الرغبة والرهبة والشهوة والغضب وكما تعلمون أن الناظم قسم في بداية هذه المنظومة القواعد الإيمان قواعد الدين وقعلها أربعة وكذلك أيضا قسم أركان الدين فقعلها أربعة وهنا أيضا قسم قواعد الكفر فقعلها أربعة وأركان الكفر وقعلها أربعة أما قواعد العلم فقال فيها قواعد الدين علم بعده عمل ونية ورع عن كل ما حضلا هذه هي قواعد الدين علم بعده عمل ونية ورع عن كل ما حضلا ثم كذلك قسم أركان الدين فقال ارضى وفوض وسلم واتكل فبذا تحوز أركانه التي بها كملا فإذا هنا قال في قواعد الكفر قهل حمية كبر بعده حسد قواعد الكفر فحذر داءها العضلا فهناك في قواعد الدين العلم والعمل والنية والورع وهنا في قواعد الكفر القهل والحمية والكبر والحسد وهناك في أركان الدين قال الرضا والتفويض والتسليم والتوكل وهنا في أركان الدين قال الرغبة والرهبة والشهوة والغضب وقد اختلف العلماء في جعل هذه الأربعة من قواعد الكفر أي الرغبة والرهبة والشهوة والحسد اختلف العلماء في جعلها من قواعد الكفر أو من أركان الكفر هل هي من قواعد الكفر أو من أركان الكفر فبعضهم جعل أركان الكفر الحسد والكبر والشهوة والغضب وأنتم تعلمون أن الناظم جعل الحسد والكبر من قواعد الكفر وليس من أركان الكفر ولكنه هنا جعل من أركان الكفر الرغبة والرهبة مع الشهوة والغضب لكن كثيرا من أهل العلم جعل الحسد والكبر من أركان الكفر ولعل الاختيار العلماء بين هذه الأربعة وجعلها من القواعد وتلك من الأركان على اعتبار قوة كل واحد منها فبعضهم يرى أن الكبر والحسد من القواعد من قواعد الكفر وبعضهم يراها من الأركان وكما تعلمون أن القواعد والأركان هما أقوى شيء في البنيان وفي أساس البناء فالقواعد أقوى ثم يليها تليها الأركان أقوى بعد ذلك ولعل بعضهم اعتبر من شأ هذه الأركان واعتبروا على كل حال الجميع من شأ هذه الأركان كلها القهل من شأ هذه الأركان كلها القهل إذ لو عرف ربه حق معرفته لما تكبر عليه وعلى أوامره ولم يحسد الناس لأن الله تعالى هو المالك الحقيقي والمعطي ولم يقارف الشهوات والملذات المحرمة تعظيما لمقام الله ولم يغضب إلا لله ولا تأخذه الحمية القاهلية والعصبية القاهلية إلا لدين الله سبحانه وتعالى فعلى كل حال الذين اعتبروا أن الحسد والكبر هي من أركان الكفر على كل حال كما قلنا بعضهم اعتبرها من أركان الكفر وبعضهم اعتبرها من قواعد الكفر ولا نرى في ذلك اختلافا كبيرا فالقواعد هي أساس وكذلك الأركان هي متينة بالنظر إلى قوة كل واحد منها وعلى كل حال نبدأ أولا بذكر الرغبة التي ذكرها الناظم هنا فقال في هذا البيت جهل حمية فقال في هذا البيت ورغبة رهبة أركانه ويليها شهوة غضب في كل ما حضل أي هذه هي قواعد الكفر بعد أن ذكر كما قلنا هذه هي أركان الكفر بعد أن ذكر قواعد الكفر فقال جهل حمية كبر بعده حسد قواعد الكفر فاحذر داءها العضل ثم قال ورغبة رهبة أركانه ويليها شهوة غضب في كل ما حضل فإذا هذه هي الأربع الأركان وهي الرغبة والرهبة والشهوة والغضب ونبدأ أولا بالرغبة والرغبة المقصود بها الرغبة عن دين الله سبحانه وتعالى أو عن أوامر الله عز وجل وعن ما يريده الله سبحانه وتعالى لعباده من الخير فيرغب عن الطاعات ويرغب عن ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى زلفا ويرغب كثيرا في هذه الدنيا الفانية وملذاتها فيركن إليها لا يأخذ منها كما قال الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وإنما يركن إليها ركونا يجعله يغفل عن الطاعات والله سبحانه وتعالى حذر من التمسك بهذه الدنيا في كثير من الآيات فقال سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر قال بعدها المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فإذن الباقيات الصالحات خير وكذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها واززينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وقال سبحانه وتعالى أيضا محذرا من الركون لهذه الدنيا قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيق فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال سبحانه وتعالى مبينا أن عباده يقولون ويطلبون الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة ليقيهم الله تعالى النار فيقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهم لا يريدون أن يأتيهم الله تعالى في الدنيا سيئة أو أن يجعل هذه الدنيا تتكالب على قلوبهم كما قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فهي متاع قليل كما قال الله سبحانه وتعالى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وقال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وقال سبحانه وتعالى أيضاً يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وحذر الله تعالى كثيراً عن من هذه الدنيا أيما تحذير فقال فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وقال سبحانه وتعالى في تلك السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال سبحانه وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون والأحاديث في ذم هذه الدنيا أي في جعلها في القلوب كثير جداً سلعلنا نذكرها بإذن الله تعالى في الدرس القادم وعلى كل حال كما يقول أحد العارفين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا فإذا كانت الدنيا يتوسع منها الإنسان فلا بأس بذلك إن كانت في يده ولم تكن في قلبه بحيث أنه إذا فقد درهماً أو ديناراً أصابه الهم والغم والحزن على فوات هذه الدنيا الفانية واضطر إلى أن يسخط على الله سبحانه وتعالى أو على عباده أو أن يمنع عنهم حقوق الله سبحانه وتعالى أو أن يمنع الزكاة أو أن يمنع الصدقات ونحو ذلك هذا هو الفيصل في هذه المسألة أما إذا كانت الدنيا في اليد وليست في القلب فهي محمودة كما تعلمون وكما ذكر الله سبحانه وتعالى أيضاً ذلك من باب الإنفاق والصدقات وكيف ينفق الإنسان إن لم يكن لديه المال فنعم المال الصالح في يد الرجل الصالح هذا ونكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله